اشتركوا في القناة 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 ووقت ماكوان بيتدرب على تحريك السيف من على بعد مع يوشن زميلو جانج بتقرر تساعده من بعيد والمعلم بيكون مبسوط بمهارته وبسبب كده يوشن بيقرر ياخده لمعلم تاني علشان يوريه مهارة جانج فبيحاول يتحكم في السيف لحد ما بيحركه وساعيتها جانج بتتدايق لما بتعرف انه بيمتلك المهارة وبتقرر ترخم عليه لدرجة انها كانت هتقتل المعلم وبسبب كده جانج بتقرر تصلح غلطتها وبتدرب كوان على السيف في نفس الوقت بنشوف القائد شوه ومساعده وهم بيحاولوا معاشيان لحد ما بيفوق مرة تانية فبيشكرهم علشان ساعده وبنعرف انه نيوي ياخد حقه من كوان وشوية وبنشوف كوان وهو بيودي اكل الجانج في الكهف اللي بتقضي في عقوبتها بعد ما المعلم عرف انها كانت السبب في اللي حصل لكوان وقت التدريب ساعتها جانج بتحكيله اكتر عن امتحان اخر السنة اللي بيحصل بين طائفتهم علشان يستعدوا وبيقضوا وقت كويس وبعد كام يوم بنشوف كوان وزميله وهم رايحين يطلعوا جانج من الكهف لكن متدربة من قصر دان بتقوله ان معلمتها عاوزة تتكلم معي فبيروح معيها للقصر وهناك المعلمة بتفهمه انها هتدربه النهاردة على الطاقة الداخلية وبتطلب منه ويمشي مع تاو علشان هتعلمه وفي طريقهم تاو بتحاول تتحرج بي اكتر من مرة لكن بدون فايدة وبسبب كده بتسحر كوان علشان يسمع كلامها لحد ما بتشوف اتنين فبتفضل تسرخ علشان ينقذوها وساعتها بياخدو كوان علشان يتحكم عليه لكن جانج بتجري وراه علشان تضربه بتحل الموضوع وهم موقفين مع بعض وشخص غريب بيهاجمهم فبيطلعوا يجروا منه لحد ما كوان بيفديها بنفسه وبيقعوا في مكان سري وهناك كوان بيتسحب مرة واحدة فبيشوف نفسه هو بيتعلم فنون السحر في مكان تاني لحد ما بيرجع مرة تانية والمكان بينفجر وشوية بتشوف كوان بعد ما تعالج وساعتها المعلم بيفهمهم ان الشيطان اللي شافه في الحديقة يبقى أخوه اللي اتمرض على أحكامهم من سنين وبيطلب منهم يخلوا الموضوع سر ما بينهم ووقت ما كوان بيتمشى مع نفسه تلاميذ جانج بيتنمروا عليه لكن سونج صديقه بيلحقه وبيطلب منهم يمشوا أحسن لهم وساعتها بيرجعوا يفتروا عليه قدام جانج لحد ما بتتدايق وبتستنفوا الجبل علشان تبرزوا لكن الدنيا بتمطر مرة واحدة وبسبب كده بتروح تستخبف كهف هي وتلاميذها لكنها بتسمع صوت فبتمشي وراه لحد ما بتشوف واحدة متربطة فبتقرب منها وبتفقد وعيها وشوية وبنشوف كوان بعد ما قدر يوصل لمكانها فبيحاول يخرجها من هناك لكن الشيطانة بتلعب في دماغ جانج وبنعرف وقتها إن الشيطانة دي بقى اسمها سو وبنعرف كمان إن سو كانت السبب في تعب جانج من وقت ما كانت صغيرة بسبب شجرة الشيطان اللي ادتهالها علشان تحولها لشيطان شبهها وقتها جانج بتحاول تهاجمها هي وكوان لكنهم ما بيقدروش عليها وبيهربوا في نفس الوقت بنشوف زوهان بعد ما وصلت للمعلم الوطني علشان تعرف منه ما كان أخوها من خلال دبوس شعره ولما المعلم بيقول لها إن أخوها مات على إيد شخص قوي من طائفة شيوان زوهان بتقرر تنضم للمعلم علشان ترجع حق أخوها والصبح بنشوف كوان وهو بيتحدى شخص في اختبار نهاية السنة وساعتها بيستخدم الفن اللي تعلمه وقت ما كان بيهرب من الشيطان هوا وجانج وبسبب كده المعلم بيطلب منه ييجي وراء علشان يسألوا إن كان سرق الفنون السحرية لكن كوان بيحكي له اللي حصل وقتها المعلم بيسامحوا وبيفهموا إنهم بيأهلوا لمواجهة شيطان الإمبراطورية وبيطلب منه ما يستخدمش الفن ضد زمايله وشوية والجولة التانية بتبدأ واللي بتكون بين جانج وكوان فبيلعبوا مع بعض شوية لحد ما جانج بتكون على وشك إنها تقع لكن كوان بينقذها وبياخد المركز التاني وتاني يوم بنشوف جماعة من طائفة تشونج واللي بيكون من ضمنهم أر حبيبة شيان واللي كانت مدياله الحجر الأزرق علشان تميزوا به وقت ما كوان واقف مع زمايله أر بتشوف الحجر اللي فقلته فبتطير ناحيته وهي فرحانة إنها لقيت حبيبها لكنها بتتصدم لما كوان بيقول لها إنه أول مرة يشوفها وبسبب كده بتقابل كوان مرة تانية علشان تحاول تفكروا باللي بينهم لكن كوان بيفهمها إنه نسي كل حاجة والصبح جانج بتتضيق لما بتعرف إن كوان قبل أر مرة تانية فبتفش عليه وبتطلع على مكان أر علشان تتحديها لكنها بتكون أقوى منها وكوان بيلم الليلة وبيهزق أر علشان تبعد عنها ووقت ما كوان بيقرأ مع نفسه في فنون السحر شيان بيدخل عليه مرة واحدة فبيفتكره ولما شيان بيسأله إزاي قدر يقتله المرة اللي فاتت بيرد إنها جات معه بالحظ وساعتها شيان بيفهمه إنه لازم يخلص عليه علشان انتحل شخصيته لكن أر بتلحقه على آخر لحظة وبالرغم من إن شيان بيكون فكر أر إلا إن أر ما بتكونش فاكريه بسبب فقده للحجر الأزرق اللي كانت معلمة بيه ولما شيان بيتواعد لكوان إنه هينتقم منه وبيمشي أر بتقرر تهاجمه لكن كوان بيمسك إديها من هنا وجانج واللي معاه بيشوفوهم فبيفتكروا إنهم على علاقة وساعتها كوان بيروح يشرح لجانج لكنها بتنهي العلاقة اللي ما بينهم وبالليل بنشوف المعلم وهو رايح يتكلم مع كوان بعد ما سمع عن اللي حصل بينه وبين أر علشان يتجوزها لكن كوان بيفهمه إنه مش هيتجوز غير جانج وبيعصي أمره والصبح بنشوف جانج بعد ما قابلت أر مرة تانية علشان تتحديها وللأسف بتخسر وبسبب كده جانج بتقرر تبيع نفسها للشيطان نسو علشان تتعلم منها اسلوب جديد من أسليب السحر وتتغلب على أر في نفس الوقت بنشوف معلم كوان بعد ما جاله خبر بظهور شيطان في قرية قريبة من البحر وساعتها كوان بيروح له علشان يستأذنه للخروج في مهمة القضاء على الشيطان لحد ما بيوافق وبنعرف فقتها إن كوان عمل كده علشان يؤخر موضوع زواجه من أر بعدها بنروح لجانج وهي بتتمرن على آخر اسلوب لحد ما بتنتهي منه وبتطلع تقيب اليوشن وسونج ولما بتعرف منهم إن كوان خرج في مهمة للقضاء على الشيطان بترجع البيت علشان تجاهز نفسها وتروح له وقت ما كوان مريح في الغابة المعلم زي رئيس الطائفة بيقابله علشان يديله خاتم هيساعده في المهمة بتاعته وبيكلفه باستعادة خريطة الكنز لإنها مهمة بالنسبة لطائفتهم في نفس الوقت بنشوف زوهان وهي بتطلب من الحكم إنه يساعدها في قتل كوان لإنه قتل أخوها وبيوافق وتاني يوم بنشوف جانج وهي بتترجع معلمها علشان تساعد كوان في مهمته لحد ما بيوافق وبالليل بنروح لكوان بعد ما مسك واحدة كانت بتسرق أكله وشوية وبيلاقي جنود جايين يخلصوا عليها لكنه بيساعدها وبيعمل لها تعويزة علشان يعالجها والصبح بنشوف نفس المجموعة وهم جايين ياخدوا حقهم من كوان لكنه بيهرب منهم في غيبة وهناك جانج بتشوف وهو ماشي مع البنت اللي أنقذها واللي بالمناسبة بيكون اسمها لين فبتتدايق ولما كوان بيطلب منها تديله فرصة تفهمه جانج بترمي عليه تعويزة فبتعرف منه أنه مفيش في قلبه غيرها وبتفرح جدا وقتها لين بتشوفها فبتعرف منها أنها استخدمت تعويزة خاصة بشيطان التعلب لكنها بتطم من جانج أنها مش هتقول لحد في نفس الوقت بنشوف شيان بعد ما قابل آر مرة تانية فبتطلب منه مايمشيش وراها مرة تانية وبتركب قارب وساعتها مجموعة من الأشخاص بيرموا عليها تعويزة فما بتقدرش تستخدم سحرها والمركب بيغرق لكن شيان بيلحقها على آخر لحظة وبيتصاب ووقت ماكوان بيتكلم مع جانج بعد ما اعترفته أنها تدربت على أساليب جديدة من سحر الشيطان علشان تغلب آر رجالة الأمير بيحصرهم علشان يخلصوا عليهم لكن مجموعة أشخاص بيلحقوهم على آخر لحظة وبنعرف وقتها أنهم من قبيلة لين واللي بيكونوا جايين من بحر اللانهاية علشان يغضوها معهم ولما لين بتقولهم أنها مش هترجع معهم جانج بتعمل لهم تعويزة التخيل وبيهربوا منهم هم التالتة في نفس الوقت بنشوف آر بعد ما عالجت شيان فبتشكره علشان أنقذها وبتطلب منه يرتاح وشوية وبنشوف كوان واللي معاه بعد ما وصلوا للمدينة وهناك الأمير اللي كان عايز يخلص عليه بيستقبلهم هو والمعلم الوطني وبنلاحظ وقتها أنه زهان مش طيقاء لأنه كان السبب في موت أخوها وهما بيحطوا خطة للقضاء على الشيطان أر بتدخل عليهم علشان تساعدهم وبنعرف أنها جات علشان خاطر كوان ووقت ما كوان في مهمة للبحث عن الشيطان بيجي لرسالة إن جانج فورطة بعد ما اكتشفوا حقيقتها في نفس الوقت بنشوف رجالة الأمير وهم بيتاردوا جانج ولين بعد ما اكتشفوا أنهم شياطين لحد ما بيمسكوهم وساعتها كوان بيحاول يحررهم لكنه ما بيكونش قادر وفجأة والدة جانج بتدخل تنقذها وبتضربها بالقلم علشان سفرت من وراها ولما جانج بتقول لها أن كان لازم تعمل كده علشان تبقى مع كوان والدتها بترد أن كوان هيتجوز من أر لأنه كان وعيدها من زمان وجانج بتتدايق وشوية وبنشوف كوان بعد ما وصل لجانج علشان يعترف لها بالحقيقة لكنه ما بيكونش قادر يقول لها أنه منتحل شخصية واحد تاني وهم بيرقبوا النهر ثوى كوان بيتدايق لما بيلاقي جانج مش عاوزة تكلمه وساعتها بيقرر يعترف لها أنه منتحل شخصية شيان الأسطوري فبتفرح جدا علشان مش هيتجوز أر وبتطلب منه يرجع الحجر لشيان والصبح بيشوفوا حركة غريبة في النهر فبينزلوا هما الاتنين لحد ما بيوصلوا الكهف في التنين اللي فيه خريطة الكنز ولما كوان بيحاول ياخد الخريطة زي ما المعلم زي طلب منه التنين بيصحى فبيحاولوا يتعاملوا معي لحد ما أهل جانج بينزلوا يساعدوهم وساعتها كوان بيطلع على التنين علشان يجيب الخريطة لكن التنين بياخدوا وبيمشي لحد ما كوان بيخلص عليه وقت ما كوان وجانج بيدوروا على الخريطة اللي وقعت من التنين بيشوفوا بيت مهجور فبيدخلوا فيه وبيتعرضوا الفخ من أصحابه واللي بنكتشف إنهم أهل كوان فبيحاولوا معي لحد ما بيفو وهم قاعدين مع بعض كوان بيقولهم إن الشخص اللي خدوا منه القليدة ظهر مرة تانية وبنعرف وقتها إن أهل كوان كانوا مربينه بالتبني وإنهم كانوا متعمدين يخلصوا على شيانا علشان يسرقوا منه الحجر ويسلموا لكوان علشان ينضم لطائفة شيوان ويقدر يعالج نفسه لكنه ما بيكونش فاهم حاجة ووقت ما كوان ماشي والده بيديله ملفه وبيطلب منه يفتحه لما يمشي من عنده وساعتها بيطلعوا هما الاتنين علشان يساعدوا أهل جانج وشوية وبنشوف شيان وهو بيطلب من كوان يواجهه في تحدي فبيروح معي وبتحصل بينهم معركة جامدة لحد ما جانج بتفدي كوان بنفسها وقتها كوان بيخدها علشان يسلمها الحرسلين ويعالجوها وبيرجع يكمل مواجهته ضد شيان لحد ما كوان بيموت وساعتها ار بتقرر تضحب قوتها علشان تعالي كوان رغم انها عرفت حقيقته وشيان بيتصدم لما بيكتشف انها لسه بتحبه وبعد كام يوم بنروح لكوان بعد ما فاقفة بيروح يشكر ار بسبب العملته ولما ار بتعرض عليه منهم يكملوا باقي عمرهم سوى لانها مش هتقدر ترجع مرة تانية لعالمها بعد ما فقدت قوتها كوان بيفهمها انه ممكن يعمل لها اي حاجة في الدنيا الا انهم يكملوا مع بعض وبيمشي في نفس الوقت بنروح لجانج وهي بتطلب من قائد لين يرجعها لمكانها مرة تانية لكنه بيقرر يحبسها لما بيعرف انها شيطانة بعدها بنروح لمعلم ار وهو قافش عليها بسبب قوتها لضيعتها على كوان وبسبب كده بيروح يتكلم مع المعلم كوان فبيرد انهم هيردوا الجميل ويجاوزهم لبعض ووقت ما كوان بيزبط نفسه علشان يخرج يجيب جانج بيلاقي المعلم باعت له كام واحد على السكن علشان يمنعهم الخروج وبسبب كده بيبعد صاحبه يوشن بمشروب للحرس فبيشربه من هنا وبينامه ولما كوان بيخرج بيلاقي شخص في انتظاره فبيمشي معاه والصبح بنشوف كوان بعد ما راح للمعلم فبيسأله عن خريطة الكنز لكن كوان بيفهمه انه ما جابهاش وقتها المعلم بيطلب منه يفتكر كويس فبيشوف الملف اللي خده من والده وبيتصدم لما بيلاقي جوايا خريطة الكنز وساعتها المعلم بيقوله انه هيعتمد عليه خلال الفترة اللي جاية لكن كوان بيصرحوا انه مش الشخص اللي كانوا بيدوروا عليه من البداية ولما المعلم بيقوله انهم كانوا عارفين انه مش يان كوان بيسأله عن السبب اللي خلاهم يختاروا فبيرد انه الشخص الوحيد اللي هيقدر ينقذ العالم التالت وبيطلب منه ويتجوز من R لكنه بيرفض وبسبب كده المعلم بياخده علشان يوريه والد جانج اللي تصاب وقت ما كان بيدافع عنه وبنعرف وقتها ان العلاج موجود مع معلم R لكنه مش هيجيبه الا بعد ما يتجوزها وبيحطوه قدام الامر الواقع وهما بيحضروا للفرح جانج وليم بيوصلوا للقرية وبيتصدموا لما بيعرفوا ان كوان هيتجوز وساعتها جانج بتتحول مرة واحدة لحد ما بتوصل لمكان كوان علشان تقوله ان كل اللي بينهم منتهي وبتهرب ولما كوان بيقرر يروح وراها المعلم بيفهمه انه مش هيبقى تابع لعشرته من النهاردة لو عمل كده وبالرغم من كده الا ان كوان ما بيهتمش بكلامه بيروح يدور عليها في كل مكان لكنه ما بيلاقيهاش فبيرجع مرة تانية الار وقتها اار بتسأله عن السبب اللي خليه يوافق عليها من البداية فبيرد علشان انقذته فبتضربه بعد ما اكتشفت انه ما بيحبهاش بعدها بيرجع يدور على جانج مرة تانية لحد ما بيوصل للشيطان سو فبيسألها عنها وبنعرف وقتها ان جانج قرر التلف العالم وتنسى كوان لكنه بيقرر يدور عليها في نفس الوقت بنشوف زهان وهي بتتعلم السحر قدام معلم الوطنية وبنعرف وقتها انها نوية انتقم من كوان وبعد يومين بنشوف معلم كوان وهو بيعرض على معلم ار زوج واحد من طلابه باختقار الشقيقة وبيوافق وبسبب كده معلم ار بيوفي بوعده وبيعالج والد جانج مرة تانية واشه اياه وبنشوف كوان وهو بيدور على جانج لحد ما بتشوفه وبتستخبى منه في نفس الوقت بنروح للشيان وهو بيحاول يفكر ار بماضيهم فبيوريها اللحظات اللي عاشوها مع بعضها قبل كده وللأسف كل اللي بيكون في قلبها هو كوان بعدها بنروح لجانج وهي بتحاول تهرب من حراس بلدة لوران لكن كوان بيجي لها وبيمسكوهم هما الاتنين علشان يعرضوهم على القائد ولما القائد بيقول الجنود يخلصوا عليهم كوان بيفهموا انه بعت رسالة لعشرته ومش لازم يعمل كده علشان ما يدخلش في حرب فبيحطوهم في السجن وهناك كوان بيطلب منها تاخد الرسالة اللي في جيبه فبتقراها وبتعرف وقتها ان الرسالة دي من والدتها وانه كوان كان مضطر يتجوز ار علشان ينقذ والدها وساعتها جانج بتعتزله بسبب اللي حصل والعلاقة اللي ما بينهم بتتحسن مرة تانية وشوية وبنشوف يوشن وبينج صاحبة مهارة التلج بعد ما وصلوا لمكان كوان فبيخلصوا على مجموعة الحراس اللي برا في نفس الوقت بنشوف ار بعد ما رحت تتطمن على شيان لانها سمعت انه مريد وبنعرف وقتها ان شيان قدر يرجع الحجر مرة تانية من غرفة كوان وقت مكان هناك ولما ار بتلمس الحجر بتفتكر الوقت اللي قضوه مع بعض في السماء لحد ما القائد قرر يطردها بسبب غلط ارتكابتها وساعتها شيان قرر يروح وراها لانه بيحبها وبالرغم من كل دا اللي ان ار بتعتزله وبتفهمه ان قلبها متعلق بكوان وشوية بنروح لحراس لوران بعد ما استخدموا تعويزة لابطال قوة بينج فبتهاجمهم لحد ما بتتصوب لكن يوشن بينقلها المكان تاني وبيرجع ينادي صديقه سونج لحد ما بيوصلوا للمدينة علشان يهاجموا وللأسف بيتحاصرهم التالتة لكن لين واصدقائها بينقذوهم في نفس الوقت بنشوف كوان و جانج بعد ما قدروا يخرجوا من السجن وساعتها شيان بيقابلهم مرة تانية علشان يكمل تحدي مع كوان لحد ما قرر بتروح لهم على هناك وبتطلب من شيان يسيبوا في حاله فبيسمع كلامها ولما جانج و كوان بيقابلوا زميلهم بيطلبوا منهم يرجعوا معاهم للقرية مرة تانية لكن جانج بترفض لان الناس اللي هناك عارفوا حقيقتها وبتمشي مع كوان لحد ما بيقجروا قوضة وبالليل بنشوف كوان بعد ما قابل شخص ساعده قبل كده اسمه تشان فبيقعد يتكلم معه شوية عن العالم التالت وبنعرف وقتها ان كوان مش شخص عادي زي ما كان فاكر وللأسف تشان بيختفي مرة واحدة من غير ما يكمل قصته وتاني يوم بنشوف واحد من مجموعة شيوان بعد ما قابل جانجو وكوان فبيحكي لهم على اللي الامبراطور عملوا وبنعرف وقتها انهم خطفوا اغلب طلاب الطائفة علشان يقضوا على عشيرة شيوان وبسبب كده جانجو وكوان بيقرروا انهم يحرروا المتدربين الصغر وبينجحوا في الخروج من السجن وفي طريقهم يوشن صديقه بيحكي لهم عن اللي بيحصل وبنعرف وقتها ان زهان هي اللي حردت الامير عليهم بعد ما بقى ولي العهد ومسك الحكم وبسبب كده كوان بيقرر يقابل الامير بنفسه علشان يفهمه لكن زهان هي اللي بتقابله وبتاخده القضة الامير وهناك بتنادي عليه اكتر من مرة لحد ما بيعرف انها اتلته فبتحاول تخلص عليه هو كمان لكن كوان بيهرب بعجوبة والصبح بنشوف تشان بعد ما طلع من جسم كوان ابرة من ضمن التلاتة اللي زهان هجمته بيهم وبنعرف وقتها ان حياة كوان فخطر لو ما قدروش يوصلوا للاتنين اللي فضلين وبعد يومين بنشوف كوان بعد ما فاء فبيحاولوا يتكلموا معاه شوية وبنعرف وقتها ان القبر اللي دخلت جسمه متشبع بالسحر وبالليل بنشوف كوان بعد ما دخل في حلم غريب لحد ما بيشوف برج بيحترق وفجأة بيقوم يمشي وهو طالع منه شعاع ازرق لحد ما بيهاجم ورافقة يون لكن جانج بتفضل تنادي عليه لحد ما بيفقد وعيه والصبح بنشوف يون بعد ما صنع العلاج فبيدي لكوان علشان ياخده لكنه ما بيعجبهوش وفجأة كوان بيتعب مرة تانية لكن جانج بيتعامل معاه وبينصحه يتصرف على طبيعته وبسبب كده كوان بيقعد مع نفسه في ارض فاضية فبيمشي ايده على جسمه لحد ما الشعاع الازرق بينتشر في جسمه وبيقدر يخرج الابرتين من ايده وقتها قار بتشوفه فبتطلب منه يخلي باله من نفسه وبتعايت مرة واحدة وهي راجعة بتقبل شيان فبتقوله على المنظر اللي شافته وبنعرف وقتها ان كوان يبقى كبير الشياطين وبسبب كده شيان بيدخل معاه في معركة جامدة لكن كوان بيتغلب عليه وبيمشي لكن شيان بيدربه على اخوانه وقبل ما يخلص عليه قار بتمنعه كالعادة وبتطلب منه يسيبه عايش مقابل رجوعها معاه لارضهم مرة تانية فبيفرح جدا وبيسيبه وشوية وبنشوف تشان وهو بيحاول يعالي كوان مرة تانية وقبل ما يمشي بيطلب من جانج تحط عينيها عليه لانهم مش عارفين ان كان هيصحى مرة تانية ولا لأ في نفس الوقت بنشوف والدة جانج بعد ما وصلت للشيطانة سو فبتترجوها تحمي بنتها ولما سو بتقول لها انها مش هتقدر تعمل حاجة طول ما هي متأيدة والدة جانج بتخالف قوانين الطائفة وبتقرر تحررها علشان تحمي بنتها وبالليل بنشوف كوان بعد ما فق لكنه ما بيكونش قدر يتحرك من مجانه فبيتدايق جدا لان ما عادش ليه اي لازمة وساعتها جانج بتوعده انها هتلاقي طريقة تعالجه بيها وبالرغم من كده الا ان كوان بيقرر يعتمد على نفسه وبيحاول يمشي لحد ما بيقع لكنه بيطلب من جانج انها ما تساعدوش وبيتكلموا مع بعض شوية ووقت ما يون بيعمل العشا بيخلص على اتنين كانوا بيتجسسوا عليهم وبيقرروا انهم ينتقلوا المكان تاني وبالليل بنشوف كوان وهو بيتدرب على استخدام السيف مرة تانية بمساعدة يون وللأسف كوان ما بيكونش قادر وبسبب كده يون بتشكره على كل حاجة قدمها لطائفتهم علشان ما يحسش بالعجز من غير ما يعرف ان في حد مرئيبهم ووقت ما يون بيخسل الهدوم بيحس بحد جاي ناحيتهم بياخد سيفه وبيطلب من كوان يفضل وراه لحد ما زهانوا اللي معيها بيحصروا وساعتها بيحصل بينهم معركة جامدة بتنتهي للأسف بموت يون بعدها بياخدوا كوان علشان يربطوه في شجرة لكن جانج بتلحقه وشوية وبنشوف سو بعد ما وصلت لهم في الوقت المناسب فبيهربوا منها ولما سو تطلب من جانج ترجع معاها للجبل مرة تانية جانج بتفهمها انها مش هترجع بكوان الا بعد ما يستعيد طاقته مرة تانية وساعتها بتقولها على مكان موجود في بحر اللانهاية واللي من خلاله ممكن يرجعوا طاقة كوان مرة تانية تاخدهم لهناك وقبل ما يدخلوا سو بتفهمهم انها مش هتقدر تفتح لهم البوابة اكتر من ساعة وبتحذرهم من الاوهام اللي ممكن يعيشوا جواها ولما كوان وجانج بيدخلوا البوابة كل واحد فيهم بينتقل لمكان وشوية وبنشوف كوان بعد ما قابل ستة جبيرة فبيطلب منها تعالجه لكنها بتفهمه انها مش هتعمل كده الا في شرط انها تمحي زكريات جانج من دماغه لكنها ما بتقدرش تقرب منه فبتعرض الموضوع على جانج اكتر من مرة لحد ما بتوافق علشان بتحبه في نفس الوقت كوان بيلاقي نفسه بقى سليم مرة واحدة فبينادي على جانج لحد ما بيخرجه من هناك على اخر اللحظة لكنه بيتصدم لما بيلاقي ان جانج ما بقيتش فاكراه فبيحاول يفكرها بنفسه لكنها بتتعب وبسبب كده سوب تطلب منها ترجع مع كوان للجبل مرة تانية يمكن تفتكره والصبح بنشوف كوان وجانج بعد ما وصلوا للجبل مرة تانية فبيسلموا على اصدقائهم لكنهم بيتصدموا لما بيكتشفوا ان جانج مش فاكرا كوان وساعتها كوان بيقعد معاهم علشان يحكي لهم عن رحلته مع جانج وشجاعة يون اللي مات وهو بيدافع عنه فبيحزنوا عليه وبالليل بنشوف كوان وهو مستني جانج في المكان المفضل لها لحد ما بتوصل وبنعرف في وقتها انه ناوي يبدأ معاها من اول السلم علشان تفتكره وهما بيتكلموا مع بعض جانج بتشوف ذكريات ليهم فبتتعب جدا لكن سوب تلحقها وبتطلب من كوان ييجي معاها علشان تفاهموا ان جانج مش هتحبه مرة تانية ومش لازم يحاول معاها لانه هيتعبها كل شوية وبسبب كده كوان بيقرر يقبل السيد زي علشان يشوف له حل في ذاكرة جانج فبيقوله على البرج اللي بيشوفه في منامه وبنعرف وقتها ان كوان لو نفذ المهمة بتاعته ودمر البرج روحه هتتولد من جديد وجانج ممكن تفتكره وشوية وبنشوف كوان وهو قاعد مع زميله علشان يفهمهم انه هيختفي الفترة اللي جاية بسبب تدريب مغلق لكنهم ما بيصدقوش وبيقرروا انهم يمشوا وراءه في نفس الوقت بنشوف المعلم الوطني وهو واخد شيان لمكان سري علشان يقبل سيده وهناك بيعرض على شيان استعادة قوة أر مرة تانية بشرط انه يوقف كوان عن مهمته وبيوافق ووقت ما كوان مريح شوية بيسمع حرقة وبيتصدم لما بيعرف ان صحابه ماشيين وراءه وشوية وبيلاقوا رجالة الامبراطور عندهم بما فيهم شيان فبيحاولوا يمنعهم من دخول الكهف السحري لكنهم بيفشلوا ووقت ما كوان وجانج ماشيين جوه الكهف جانج بتقع مرة واحدة فبياخدها على جنب وفجأة شياطين المعلم الوطني بيهاجموه لكن زعيم بحر اللانهاية بيظهر مرة واحدة علشان يفكروا بالشعيع الأزرق اللي في جسمه علشان يستخدمه وبيختفي وساعتها كوان بينجح في تحرير نفسه وبيحاول يغرب لكنه بيقع في مكان تاني وفجأة بيجي له رمح سحري بيساعده على الطلوع وبيخلص على الشياطين اللي قدامه بعدها بيقبل شخص عجوز سكن في الكهف فبيتكلم معه شوية لحد ما بيجي الوقت المناسب وبينجح في تدمير أول كهف للطاقة وبسبب كده التنين اللي كان عايش جوه بيخرج لكن كوان بيقرر يحتفظ به في ختمه ويستخدمه كسلاح وقت ما كوان بيفكر في تدمير كهف الطاقة التاني بيتعرض لهجوم مرة واحدة فبيبعث رسالة لزميله وساعتها جانج بتجري علشان تساعد وهي أو حارس من بحر اللانهاية اسمه صف وللأسف جانج بتتصاب لكن كوان بياخدها علشان يعالجها في نفس الوقت لينو اللي معاها بيتمسكوا من خلال شيان فبيربطهم في شجرة بعدها بنروح للمعلم الوطني بعد ما حاصر كوانو اللي معاه في بيت علشان يموتهم بالبطيء من خلال غاز سام نشروا في الجو لكن صفر بينقذهم هو وقت ما كوان وصفر بيتمشوا كوان بيطلب منه يعتني بجانج لإنه هيقلل المعاملة اللي ما بينهم علشان ما يحفزش زكريتها مرة تانية ويقذيها ولما قار بتروح تتكلم مع كوان بنفسها علشان تقنعه بعدم تدمير باقي كهوف الطاقة الموجودة جانج بتروح تقول لها ان دي أوامر المعلم وبتفتكر الوقت اللي بوزت فيه فرحة وبتتعب لكن صفر بياخدها معاه وقتها قار بتسأله عن اللي حصل لها فبيحكي لها وبيغفلها علشان ما تمنعوش من تدمير الكهف وشوية وبنشوف صفر وهو رايح يفهم كوان انه الوحيد اللي قادر يحمي جانج فبيروح علشان يخدها معاه لحد ما بيوصلوا المكان الكهف التاني وبيدمروه بعدها بيرجع ينقل صديقه يوسين على اخر اللحظة من زهان واللي معاها وبيرجعوا يعالجوه لكنهم بيفشلوا ولما كوان بيروح يتكلم مع المعلم بخصوص الكهوف اللي لسه هيدمرها المعلم بيطلب منه يرتاح يومين علشان يستعيد طاقته وبيوافق وبعد يومين بنشوف كوان وجانج وهم بيودعوا زميلهم قبل ما يخرجوا للمهمة بتاعتهم لحد ما بيوصلوا المكان قريب فبيرتاحوا فيه ووقت ما جانج قاعدة مع نفسها كوان بيسألها ان كانت بتحبه وبيحاول يضغط عليها علشان تفتكر ذكرياتهم مرة تانية لدرجة ان جانج بتنزف وبتقوله اخيرا انها افتكرت كل حاجة وبتحضنه ولما لين بتروح تتكلم مع جانج فبتسألها عن اللي حصل كوان بيعرف انها نسيته مرة تانية وبيقرر يبشي مع نفسه لحد ما بيلاقي قرمس تانية عند الكهف فبتحاول تقنعه بعدم تدميره لكنه بيرفض وساعتها قار والشان بيهجموه لحد ما جانج بتروح تساعده ووقت ما كوان بيدمر الكهف صيف قار بييجي فيه بالغلط وجانج بتفديد نفسها قبل ما الشان يكمل عليه واللي اتنين بيموتوا وشوية وبنشوف اهل جانج وهم مزعلنين بعد ما الخبر وصلهم من لين وساعتها المعلم بيوعيدهم انه هيعمل لهم جنازة محترمة بعد ما ينتهوا من الحرب اللي دخل عليهم في نفس الوقت بنشوف كوان وهو منفتح حينه فبيحاول يمسك جانج لكنه ما بيقدرش وبينتقل لمكان تاني وهناك بنشوف شاب صغير اسمه كان وهو بيحاول يصحيه لحد ما بيقوم فبيسأله ان كان شاب واحدة معي وبيرد انهم خدوها علشان تتعالج وبياخدوا القضتها وهناك كوان بيتصدم لما بيعرف ان ذاكرة جانج رجعت لها مرة تانية ولما جانج بتتعب بسبب الجرح اللي في كتفها كوان بيحاول يعالجها من خلال الشعيع اللي في جسمه والناس اللي معاه بيتصدموا لما بيشوفوا الشعيع وبيعرفوا ان الشخص اللي هينقذ مدينة الجحيم التسعة في نفس الوقت بنشوف المعلم الوطني ورجلته بعد ما وصلوا الجبل شيوان فبيحاولوا يدمروا الحاجز علشان يحربوهم بسبب تدميرهم للكهوف وبعد فترة من الوقت بنشوف كوان وجانج بعد ما قرروا انهم يتجوزوا بمناسبة استعادة ذكرتها وللأسف جانج بتتعب مرة واحدة بسبب اصابتها القديمة وهما بيعالجوها كوان بيعرف ان نسبة شفاقها ضعيفة وان ما فيش قدامه حل جر تدمير برج الجحيم اللي كان بيحلم بياه علشان يكتسب طاقة ويقدر يعالجها والصبح بنشوف كوان وهو في طريقه للبرج لحد ما بيوصله وهناك بيهجم وحش مرعب لكن كوان بينجح في القضاء عليه وبيكمل ماشي لحد ما بيدخل البرج وهناك بيقابل روح والده واللي بيكون ملك الشياطين التسعة المحبوس في البرج فبيحكي له القصة من البداية وبنعرف وقتها انه فضل حابس روحه في المكان علشان يسلم قوته لكوان بمجرد رجوعه مرة تانية وبيفهمه يستخدمها ازاي وفي نفس الوقت جانج بتوصل لمكان البرج لكن شيطان البرج بيحبسها ولما كوان بيعرف من شيطان البرج انه مش هيطلع من هنا عايش بعد ما يدمر البرج وبيفهمه ان زي استغله كوان بيكون متردد في تدمير البرج لانه ما كانش عارف انه هيموت وبسبب كده شيطان البرج بيبري جانج فبيضعف اكتر وبيقرر يمشي والصبح جانج بتتصدم لما بتعرف ان في حربها تحصل في جبل شيوان فبيتحاول تمشي لكن كوان بيكون رافض وبنعرف وقتها انه مش عاوزها ترجع مرة تانية لانها هتنساه ولما جانج بتترجعه اكتر من مرة كوان بيسمع كلامها وبيرجعه لأول مكان دخله فيه وللأسف جانج بتنساه وبتنسى كل حاجة حصلت تحت ووقت ما مالك الشياطين بيحط خطة لغزو جبل شيوان كوانج بيدخل عليه فبيتصدم لما بيعرف انه عايش وصدمته بتزيد لما بيعرف انه راجع بكامل قوته وبسبب كده بيؤمر جنوده بالانسحاب من جيش المعلم الوطني وفي نفس الوقت بنروح للمعلم الوطني وجنوده بعد ما قدروا يكسروا الحاجز السحري وبتدور بينهم وبين طائفة شيوان معركة جمدة وللأسف المعلم الوطني ورجالته بينجحوا في الوصول لمعلم كوان بسبب عددهم لكن جانج واللي معاها بيرحوله فبيفرح جدا لما بيعرف انها لسه عايشة وفجأة كوان بيدخل يعلم على كام واحد بقوته فبيخلي باقي الجيش يهرب وبينجح في القضاء على زهان وبالليل بنشوف كوان وهو بيعتزل لمعلمه بسبب عدم تدميره للبرج بعد ما بقى ملك الشياطين وبيفهموا انه طريقهم هيبقى مختلف من النهاردة في نفس الوقت بنشوف جانج بعد ما تسللت لأسر مساعد المعلم الوطني لحد ما بتخلص عليه والجنود بيحصروها وهي مصابة وساعتها كوان بيدخل يعلم على الجنود وبيحط جانج على جنب لحد ما شيان وقار بيروحوا علشان يوقفوا لكنه بيعلم على شيان بدربة واحدة وقبل ما يدخل على قار جانج بتمسك ايده بتفهمه انه مش مجرم فبياخدها وبيمشي لحد ما بيوصلوا للمكان اللي كانوا مستخبين فيه قبل كده علشان يعالجها وهناك جانج بتسأله ان كانوا على علاقة ببعض فبيقول لها الماضي بتاعهم كله في عقدة واحدة والصبح بنشوف كوان بعد ما خاد جانج للست العجوزة اللي خادت منها ذكرياتها علشان تقول لهم على حل الاسترجاع ذكرياتها مرة تانية وبنعرف وقتها ان ما فيش قدامهم حل غير انهم يدمروا البحر اللانهائي لكن جانج بتكون رفضة بسبب الناس اللي عايشة هناك وبسبب كده كوان بيقرر يهاجم البحر اللانهائي رغم رفض جانج لحد ما بتستعيد ذكرتها وبتفهموا ان كل واحد منهم في طريق والصبح بنشوف جانج بعد ما وصلت للقرية مرة تانية فبتحكي للمعلم اللي كوان عمله فبيقرر يتصدلوا بنفسه لما ييجي وشوية وبنروح للشيطانة صوب بعد ما عرفت جانج انها هتمشي من هنا وبتديلها كل سحرها علشان تدافع عن الجبل وبتطلع على ملك بحر اللانهائية وبنعرف وقتها انهم كانوا على علاقة قديمة ببعض وبنكتشف ان الملك يبقى تشان اللي ساعة كوان قبل كده في نفس الوقت بنروح لقار بعد ما قررت ترجع السحر اللي شيان يدهولها علشان يرجع لعالمهم وبتتحول لحجر بعدها بنروح لقوان بعد ما خطف جانج ورجع لمدينة الجحيم التسعة علشان يحضر ولادة الشيطان الجديد من خلال البرج ووقت ما الشيطان الجديد بيت ولد الابراك بتتدمر مرة واحدة وبنعرف وقتها ان قوان كان السبب في تدمير البرج من خلال الشعلة الزرقة اللي سبها فيه وقت ما كان هناك لكنه فهم الناس انه تخلى عن مهمة تدمير البرج علشان الخطة تنجح ويعرف مين اللي بيتحكم فيه بعدها بنشوف قوان وجانج بعد ما وصل للشخص اللي كان بيتحكم في البرج فبيحاولوا يهجموه لكنه بيحبسهم في برج حديدي لكن زيوي اللي معاه بيدخلوا على اخر لحظة وللأسف ما بيقدروش عليه وبسبب كده زيوي اللي معاه بيقرروا انهم يضحوا بارواحهم من خلال استخدامهم لتعويزة علشان يخلصوا عليه لكن تضحيتهم بتبقى على الفاضي وساعتها كوان بيتضيق جدا فبيضرف في البرج لحد ما بيطلع يهجمه هو وجانج لحد ما بتتصاب ولما كوان بيروح يتطمن عليها جانج بتقوله ان دي النهاية وبتديله قوتها فبيروح يخلص عليه بعد عناء وبيرجع يدي طاقته كلها الجانج فبتقوم مرة تانية وساعتها بتحاول ترجع الطاقة لكوان لكنها بتفشل من هنا وكوان بيفوق مرة واحدة بعد ما بقى رجل عادي وشوية وبنشوف شيان وهو بيعتذلهم بعد ما اكتشف انهم كانوا بيضمروا كهوف الطاقة لان هي اللي كانت بتمد البرج بالقوة بعدها بيرجعوا للجبل مرة تانية علشان يسلموا على اصدقائهم اللي هناك وفي النهاية بنشوف كوان وجانج بعد ما نزلوا عند اهله علشان يفتحوا الفندق اللي كانوا بيحلموا بيه وبعد فترة من الزمن بنشوف كوان وهو عايز متشان عنده علشان يوريه اول طفل جاله وبيعيشوا اللي تبقى من عمرهم في سعادة وكده بيخلص المسلسل اشوفكم بقى في ملخص جديد سلام